السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا مع بعضيتنا 6 اقتراحات او لا 6 سلطات مشبعات كل سلطة غادي نسيكم في تاني او لا كل اقتراح غادي نسيكم في تاني سلطات اللي همياء رائعين كيجمعوا ما بين سلطة الدافية وسلطات اللي همياء باردين كيف قلت اختيارات متنوعة في السلطات ترفقوا بهم الاطباق ديالكم كيف ما يمكنكم ترفقوا بهم ان شاء الله المشاوي او لا وصفات عيد الاضحة المبارك ان شاء الله تشكيله رائعه من السلطات خليكم معايا من الول تا الاخير نشوفوا مع بعضيتنا هاد الاقتراحات هادو وما تنسونيش فضلا من شجاعت ديالكم اللي يجازيكم باخير من بابي التشجيع والتحفيز ولكم الاجر ومرحبه بالاخوات اللي ينضموا اجداد القناة مرحبه والف مرحبه اول حاجه غادي ينبدو بها هنا كيف كتشوفوا معايا الشرمولة اللي غادي تكون حاضره في اغلب هاد الوصفه هادو الشرمولة العادية المغربية اللي غادي نحتاجوا لها الربع والثومة يا اما كندقوهم في المهرز يا اما كندقوهم في هاد الاله هادي او لا في هاد الهاشواغ عفوا يعني كيف قلت الشرمولة غادي نبدو بها هي اللولة اولا هاد الخليط ما بين ديال الربع مع التومة نبدو باللوبيا اللوبيا شعراء او لا اللوبيا الخضراء يفكا تشوفوا معايا كتكون مغسولة مزيان ومنطفة وهنايا غادي نفورها في الكسكاس لان المدق ديالها كيجي رائع في هاد الوصفه اللي غادي نتقسم معاكم ان شاء الله غادي نديرها في الكسكاس كيف كتشوفوا معايا ونخليها حتى غادي نتفور غادي نغطع لها بواحد القفيلة وبسرعة كالطيب كالجيل دي دا كنفضل اناني نفورها على اناني نسلقها وكيف قلت خصوصا التطبيل اللي غادي نديرولي غادي نديرها فوق البوطة وندوز نشوفوا مع بعض ديتنا الدنجال يعني الوصفة ديال الدنجال تايا كتجي زوينة بزاف وكي قلت لكم في البداية في هاد التشكيلة ديال السلطات غادي نجمعوا ما بين السلطات اللي هما دافين وما بين السلطات اللي هما باردين بالنسبة للدنجال كنحيد له هاد طريبي شدياله كيف كتشوفوا معايا كنحاول اناني ننجرها غير من نجنب يعني ما كنحيد هاش كاملة وكنحيد كننقص شوية من هاد كيك نسميه هدك القطيب اللي كيكون فيها بهاد الطريقة وبطبيعة الحال الدنجال كيكون مغسول ونصيحة اخواتي بالنسبة للاخوات المبتدئات الدنجال مني كان بغيون ناخدوها او مني كان بغيون تقدوه نحاولو اننا نهزوها في اليد ديالنا بالنسبة للمبتدئات كنهزوها في اليد ديالنا كنشوفوا الدنجالة خفيفة هاكا كتكون من الدخل بيضة وما كتكونش فيها الزريعة وكتكون زوينة حطيت الدنجال ديالي على جنب ادزنا للشرمولة سوف ناخد كميه من الربيع اللي مع التومان اللي تحنه من قبل سوف نضيف معه هنا الكامون شوية ديال الكامون ولكن الكامون مطحون على اليد اكيد سوف يكون مده خزوين بزاف عندي معلقة صغيرة ديالتحميرة او للبابريكا رسم علقة ديالي بزار شوية ديال الملحة وعندي شوية ديالهريسة بالنسبة للنجال كيجي محمد وكيجي فيه الماضاق ديال الهريسة زوين بطبع الحل الى كنتو كتاخدو الحار او لا الهريسة غدي نضيف عصير ديال الحامض ارضو البال انها تزريع من اولا العظيمات نحيدهم وغدي نجمع هاد الخليط بزيت زيتون او لزيت البلدية كيف ما يمكن لكم تديرو خليط ما بين زيت البلدية و زيت نباتية غدي ننخلط هاد شرمولة ديالي مزيان اولا نمعك ها حتى غدي نساجم مزيان مع بعضيات ها ممكن تضيفوا واحد الحكة ديال الزعتر كتبقى اختيارية بالنسبة الاخوات اللي كيبغيوا الزعتر في ثلاث قسمت معاكم زعلوك اللي كيكون في الزعتر شوفوا معايا هنا دنجال مني كنقسمو غدي نقسمو بها الطريقة كندير لها اعمالية زائد وما كنوصلوش حتى الجهة السوفلة كتبقى الدنجالة قبطة فرصها وهنا كنبيل لكم اولا كنوضح لكم بان الدنجال اللون ديالو بيض ما فيهش زريعة نهائيا ديك كيف كنقولو الدخل ديالو بحل شي بونجا بيضا وزوين يعني ما كتكونش في الزريعة يلا اخسرينه مزيان لان داك اللي كتكون في الزريعة كيكون مر ما كيكونش زوين هنا بنسبة دنجال لحجم ديالو سواء صغير اولا كبير ماشي مشكل المهم اننا نحاول ان اخذ دود دنجال كيكون جديد وكيكون ما فيهش زريعة كنحاول انني ندير في هاد الشرمولة هادي اولا هاد التتبيلة اللي صايبنا مع بضياتنا كتجي محمضة نحاول انني نعمرها في الداخل وغدا نجيب تنجرة ديال الضغط اولا الكوكوت ونستفيها هاد النجال هادا ما كياخدش لنا واحد الوقت كبير اه كتير عفوان واحد الوقت قصير كيوجد وكيبقى اه يعني الطايب كامل صحيح ولكن كيكون لديد يعني ديك تتبيلة ديالو كيتلق لنا واحد شوية ديال المارك كنحاول انني نستفي هادا الدنجالات كاملين ديك الشرمولة اللي تبقت ليه غادي نضيف 4 كاس فقط ديال الما ماشي بزاف 4 كاس فقط ديال الما لانها كيطلق لنا الدنجال كيطلق لنا الما وغادي نلقى في القاعدة ديال تنجرة كمية ديال المرق او ديال السلسة غادي نضيف شوية ديال زيت البلدية نزيدها شوية من الفوق نزيد ديال الفلفل حارات ريف ديال الحامض مصير ونسد الطنجرة ديالي ومره مره نحرك الطنجرة غير مليدي ذات ديالها يعني باش كتطلق لنا اه شوية ديال الما و العافية تكون مهي لك انا اكد هنا هدي اندوزن وجدو شرمولة ديال اللوبي اللوبيا راه هات بخرات ماخدتش ليه واحد الوقت ليهوية كبير ضفت فهد المقلات زيت البلدية شرمولة اللي صيبنا مع بعضياتنا وعندي هنا يا ماطيشة محضرها من قبل يعني تحضير مسبق ممكن تحكو واحد الحبة ديال ماطيشة وعندي هنا يا التحميرة بنسبة التوابي شوية ديال تحميرة شوية ديال لبزة شوية ديال كامون شوفوا معايا اللوبيا اللوبيا طابت بسرعة وضعت هاد المقلات فوق فوق النار وانا كنقلب فيها اولا انا كنحرك فيها مزيان حتى غديت طيب لي هاد السلسة هدي اولا هاد الماطيشة مباشرة غدي نقلب فوق منها اللوبيا وردو البال اننا نقلبوها بواحد طريقة اللي هي يعني ما نحاولو اننا ما نمعسوهاش كنبقى نقلب فيها في ذاك الزيت البلدية مع التومة مع الربيع حتى كتشرب وكتشيء لديدة هاد طريقة ديال تحضير اللوبيا كترافق لنا الاطباق ديال سواء الدجاج يعني مشوي فلفران او لا يعني اللحم هاد النوع هاد شرمو له هادي غدي نخليها على جنبو نشوفوا الاقتراح الثالث اللي غدي يكون فلفلة مشرملة شوفوا معي اختاريت هاد النوع ديال الفلفلة اللي هي صغورة وفي نفس الوقت ما فيهاش زرعة نهائيا في الداخل ديالها هاد شعلش ما غدا نشويها موالو يعني غدي نقطعها مباشرة شرائح اللي كيكونوا رقاقين وهاد النوع هاد ديال الفلفلة كيف كنقوله فلفلة بلدية ثمن ديالها ارها رخيص وموجودة يعني لقنا بحال هاد الفلفلة هادي ناخدوها اه كان خدم بها بزاف انا في البيتزا يعني كتجزوين اما كان قطعها اه دوائر اللي هما يرقاقين وكان نوضحها في البيتزا اه كتطيب بسرعة يعني ضغيكت كيف كنقوله كتطيح شوفوا معي ما فيهاش زرعة نهائيا سواء خليط الحمراء او لا خليط ما بالحمراء والصفراء او لا الخضراء وضعتها في مقلات فيها زيت نباتية غدي نرشليها شوية ديال الملحة وغدي نوضحها فوق البطاولة فوق النار ونخليها حتى غدي تنزل مرة مرة كم بدا نقلب فيها غدي تغنينا هالطريقة على اننا نشويه الفلفلة او لا نديره كيف كنقوله تكتوكا او لا ديال الفلفلة غير بها الطريقة وضعت لها وريقة ديال زيت او وريقة عفوا ديال الرند اولا ديال سيدناموسا الشرمولة اللي خدمنا مع بعض ديتنا توما والربع وغدي نضيف لها شوية ديال كامل زيت البلدية في اللويل وضعت غير زيت نباتية عفوا غير زيت نباتية في اللويل حتى كتنزل عاد غدي نضيف لها زيت البلدية وغدي نسمها بواحد تتبيه لغزالة اولا بواحد اه العشبة اللي كتعجبني بزاك اللي هي الزعتر والزعتر كيتوتاو بشكل كبير مع الفلفلة مع وريقة ديال الرند صافيو غدي نقلبها وها هي واجدة حتى غدي يطيب غدي نخليها على جنبوز شوفوا مع بعض ديتنا خيزو مشرمد حتى هوية بنفس طريقة غدي نبخروا في الكسكاس قشرتو وضعت معه جوج دريسات ديال تومة بالقشرة ديالهم وكنحيدله بطابعة الحل دك اللوب اللي كيكون فيه بعد ما كيتبخر او لا كيتفور كندير سكين يعني كنلقاه انه طيب ديال تومة غدي نمعسهم لانهم كيكونوا طايبين كان معسهم الزيت البلدية وضفت شرمولة اللي هي اربع يعني شفتو معي وجدتها من الول باش هكا غدي نبقوا ونخدمو بها فهد الوصفات اللي كيكونوا طايبين او لا فهد السلطات اللي كيكونوا طايبين ضفت شوية ديال حامض مصير اللوب ديال حامض مصير شوية ديال ملحة تحميرة شوية ديال كامون وغدي نقلب الكل ونوضعو فوق النار وردو البل دائما حتى الطياب راه مهم باش هكا العطرية ديال ما كتحرقش والمداق بطبيعة الحال حتى هو كيجزوين غادي نفرغ هاد الجزر فوق من هاد السلسل اللي وجدنا سوف يبقى نقلب فيه شوية بشوية ردو البل بش ميتهرش على العمون كنحاول انني الخضر نطيبهم في القياس يعني كل حاجة عندها قياسها فشك الطيب كنبقى نقلب فيهم على الجهات بجوش كيتشرب لنا بهاد العطرية وفي نفس الوقت كيكمل طياب دياله لاني لفوتنا فيه الطيابر غادي تهرس وما كيجيش كيجيزعوك ديال الجزاء كنبقى نقلب فيه شوية بشوية غادي نضيف ليه قطرات ديال عصر الحامض كيتوتو بشكل كبير مع خيزهم شرمل سافدة بها هوية واجد غادي نخليوه على جنب وندزو نشوفه مع بعضياتنا سلطة البربا اللي كتجي رائعة خطيرة في المدق غادي نشوفها ان شاء الله بالبصل والجزر كتجي لديدة بزاف صدقوني غيجربوها بدون تردد وكنحاول دائما نتقسم معاكم افكار متنوعة يعني في كل خضر مثلا البربا فيها بزاف ديال الوصفات اللي متقسمة معاكم في القناة كنحاول انني ننوع لكم في الاختيارات غادي نخد البربا اللي كتكون مسلوقها بطبع الحال ونردو البال انا ما نفوتوش لها في الطياب نقطعها بشكل طولي كيف موريدكم خديدت حب وحدة ديال البصل اللي قطعت هاته هي شرائح اللي هو مرقوقين وعندي الجزر إلا كانت عندكم غير حبة وحدة ديال خيزو قد نتحكوها بهذا الشكل هذا شكل طولي يعني كان نحاولو اننا نخرجوها سيور كيف كنقولو او لا خويطات انا هنا قد نخلي واحد شوية غير للتزيين فقط وشوية ديال بصلحت حتى هي خليتها اللي حطيت على جمب خليتها للتزيين فقط ردو البالي لك انتو كتحكو بحالة الحكاكة ديالي عندي انا راكت كتجرلي ديدات ردو البال هنا غادي اندوزو نشوفو السلسل مصاحبة لهد السلطة عندي هنا معلقة كبيرة ديال مايونيز ومعلقة كبيرة ديال اليوغورت طبيعي وبنسبة لهد السلطة غادي نخدمو بها هد السلطة غادي نخدمو بها سلطة تانية شوية ديال المتغد او لمعلقة صغيرة ديال المتغد او للخردل عندي زيت نباتية وعندي زيت زيتون او زيت البلدية يلا بغيت تديرو غير زيت نباتية ممكن هنا غادي نضيف هده نوع هده ديال اليوغورت هده وباش كنخدم انا دائما سلطات كندير مزيج ما بين الميونيز وما بين اليوغورت باش هكت تكون خفيفة وخدت تاكلوا فيها بزرط كيف كنقول مكتش اشتقيلة غادي نضيف شوية ديال الملحة شوية ديال اللي بزر وغادي نضيف الحامض او لا هد الخل هده نضيال الحامض انا هده كينفعني وغادي نخلط مزيان حتى غادي نحصل على واحد صلصة اللي هي متجانسة ممكن نديروها في واحد القراءة كيف كنتقسم معاكم دائما وكتبقى تمزجوها مزيان اضوقوا الملح بطبيعة الحال صفي وها هي عندنا واجدة العناصر اللي كتشوفوا معايا على جنب هده وغادي نحتاجوهم في سلطة الموالية هاد شعلش وجهتهم من قبل وكنوضع كميه ديال هاد سلطة هادي اللي كتجي رائع وكتوتى بشكل كبير مع البربا ومع هاد خزو ومع البصيلة كيف قلت جربوا هاد سلطة الباردة اللي كتجي منعيشة حاولت انني نوع لكم بزاف ديال الاقتراحات يعني هكا ست عفوا وصفات او لا ست مقبلات او سلطات متنوعين ندوز نشوفوا مع بعض هاد سلطة هادي اللي كتجي بالسنطير هنا كان بيليكم النوع ديال السنطير اللي خدمت به كيكون صغير والحجم دياله صغير بزاف بزاف غير اه اردو البال يعني في العلبة فيها ماشي متوسط كيكون الحجم صغير جدا كان نغسله مزيان بحالة غدي نغسله الروز باش هكا ما كيجيش ملسق وما كيجيش مع الجن كان نغسله مره وجوج حتى يتخلص من نشلي فيه انا حاولت انا نبين لكم ولو انه مقطع غير صغير المهم نغسله مزيان وخليوه تصفه باش هكا كيجيو الحبات دياله مفروزين سلقطو في ماء مملح وردو البال انه مي ما يفوتش تهوه بصفي وكنخلي حتى يتسقطر يعني كنصفه وكنخلي حتى يتسقطر مزيان شوفوا معي الحبات دياله يكونوا مفروزين ممكن انكم تدهنوا بشوية زيت نباتية او زيت الزيتون وهنا يا عندي الخيار مقطع مكعبه صغيرين وعندي بصلاه مقطع حتى هي مكعبه صغيرين يعني البصلاه خضره ممش حرمه والخيار غدي نضيف طماطم عندي هنا طماطم كرازية او طومات سوريز قسمتها على 4 عندي هنا شوية لبطرة او الميس وعندي هنا الفلفلة اللي شحرتها مقطعه مكعبه صغيرين شوية ديال الاربع او عفوان هنا عندي غل معدنوس مماشي القزبرو معدنوس غل معدنوس وعندي زيتون اسود وعندنا علبة ديال الطونة هاد السلطة هادي كي بقلت الوحدها مشبعه صلطة منعشه يعني غزاله كتجيزوينه بزف انا كتعجبني هاد السلطة هاتي ديال صنطير ومني كنضيفه لها هاد يعني الخضر اللي كتكون طريه كتجيزوينه بزف نحاول انا ننفتت هاد الطون باليد ديالي بالنسبة للطون انا كنصفه من الزيت ممكن انكم نضيفه بزيت دياله وهنا هي هادي السلطة اللي وجدنا من قبل يعني مع سلطة ديال البربع ضيفوا القياس ديالكم انتم ما تضوقوا بطبيعة الحال كي بغيها شوية في هاد السلطة ما كي بغيش فيها كيف كنقوله مجهده انا تضوقتها كتجي رائعة كتجي ممتازة انا كتعجبني بزف وهاي السلطة ديالنا واجدة ما بقى لنا ان شاء الله إلا اننا نقدموه في طبق التقديم غدي ناخد شوية ديال الخص كنديرو في الجوانب سوف يوكن فرغ هاد السلطة هادي ديال سنطير بنسبة الفلفلة اللي وضعت فيها خديت شوية من ديك الفلفلة اللي خدمناها في اللول يعني فيها شوية زعتر وزعتها قطعتهم مكعبة صغورين يعني من نفس الوصفة كيف ما يمكن لكم انكم تشحروا شوية على جنب وهدي سلطة ديال البربة بالبصلة والجزر غدي نر شوية ديال البصلة الخضرية او لهاد البصيلة وشوية ديال الجزر للتزيين فقط وانصف ديال القرقع كيتوتاو بشكل كبير معها وهدي اللوبيا ديالنا بعد موجدات كنقدمها على هاد الشكل كتجيب مطيشا يعني هدي مرافقة الاطباق ديال اللحم يعني ممكن اننا نخطروا بها ممكن اننا نرافقوا بها في الطبصلة يعني كمرافقة وهذا الجزر او اللخ يزوء مشرمل كتكون في هاد الشلطة هادي غدي نزينوا بشوية ديال الحامض ومصير ومزيوا بدي الفلفلة حارة وهنا هيا الفلفلة ديالنا بعد موجدات غدي نشوفوها معايا هدي الفلفلة مشرمله حتى هيا كتجيزوينة بزاف وفيتلي تقسمت معاكم فلفلة حتى هي مشوية لكن كان نضيفوا لهاتي الزعتر وزعترا كتجيزوينة بزاف كينا في فيديوهات سابقة وهذا الزعلوك او اللا عفوان ادنجال فتنجرس الضغط شوفو معايا كيفاش كيجي كيبقى محافظ على الشكل ديالو وكيجي طايب زبدة والديد والديد هذا الحمض مصير اللي طيبنا معاه كي تكون فيه واحد صلصه او واحد المرق اللي ممكن اننا كيف نقولون نغمسوا فيه هدو هما الاقتراحات اللي تقسمت معاكم اولا هدو هما السلطات ست سلطات اولا مرافقات الاطباق ديالنا اليومية اولا اطباق عيد الاضحى المبارك كيجيو غزالين زوينين بزاف نتمنى هم يعجبكم وتقسمت معاكم في فيديو سابق اللي قبل من هاد الفيديو هادا اه اربع سلطات تحت هما يغزالين نتمنىكم تشوفوه منالوا استحسن العديد من الاخوات غدي نخلي ليكم الرابط ديالهم ان شاء الله في صندوق الوصف شوفوا معايا دنجال كيفاش كيجي كيف قلت كيجي طايب زبدة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بالاخوات لانضموا اجداد القناة مرحبا والف مرحبا وشكرا لاخواتاتي لمسنديني منذ بداية القناة اشتركوا في القناة